فيما يخص حالة سبكة الطرقات عبر اقليم اختيف السبب دارك الوطني ستكون ان شاء الله اخذبها مفتوحة للسير لاستثناء بعض المقاربات التي يريد بولاية تيلنسان طريق الوطني رقم سبعة ألف في شطره الرابط بين بلديتي مصر بن هيدي وباب العسى بولاية قصنطينا الطريق الوطني رقم عشرين في شطره الرابط بين بلديتي قصنطينا وبن بديس كذلك ولاية عيل تيموشنط طريق الوطني رقم يوثمانية في شطره الرابط بين بلديتي حمام بحجر وشعبة الحمد بولاية سوق هراس طريق الوطني رقم ستاش الرابط بين ولايتي سوق هراس وقامة بولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم ثمين وسبعين في الرابط بين بلديتي وزو وتيكزيرت بولاية بومردس الطريق الوطني رقم ثمين وستين في شطره العابل الاقليم بلديل شعبة الحامر بالضبط على مستوى حيبا شهرا فيما يخص إحصائيات حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الماضية فقد عاينت محدث عبر قيمة الاقتصاد 19 حادث مرور أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة الولاية التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولايتي الويرة والسطس بثلاثة حوادث كذلك ولايتي الجزائر والسطس بحادثين لكل ولاية أما فيما يخص إحصائيات المؤدية إلى هذه الحوادث فيبقى العامل البشري يتصدر قائمة الأسباب العام المؤدية إلى هذه الحوادث حيث تسبب السواق في 16 حادث منها سبعة حوادث بسبب السرعة المفرطة كما تسبب بحادثين وأخيرا المركبات بحادث واحد لذلك ندعو دائما مستعملي توقف السياق المتزنة عدم الإفراط في السرعة احترام الأولوية وملازمة اليمين الابتعاد عن المناورة والتجاوز الخطيرين هي أهم النصائح التي نقدمها لسلامة لتعملي الطريق وكذا سلامة الجميع كما ننصح كل من يتأهب للتنقل لتصفح الموقع يختروني طريق التواندزة الذي يوفر لهم معلومات آنية عن حالة شبكة الصرقات وكذلك الاتصال بالرقم الأخضر عشر خط